أحد صبيان الحشاشين ورئيسهم سيء الذكرى عبدالفتاح سعيد خليل السيسي طلع عليلا مبارح بقنبلة خبر قنبلة إيه يا جماعة اللي بيحصل السيسي هيتنحى ولا إيه؟ لا الحقيقة مش هيتنحى بس هياخد خطوة غريبة شوية اللي زايع بفتاح السيسي لما ياخد الخطوة دي تعرف إن الأمور فيها إنه إنه في حاجة غريبة بتحصل إيه يا جماعة لأتونا بيقول لك يا سيدي رئيس الحشاشين سيء الذكرى عبدالفتاح سعيد خليل السيسي ناوي يطبق المادة 150 من الدستور ويعين نائب لرئيس الجمهورية أو عدة نواب والله زي ما بيقول لحضرتك كده السيسي قال السيسي اللي قال ما تسمعوش كلام حد غيري السيسي اللي هو زعيم الحشاشين السيسي اللي هو مستأثر بالسلطة لنفسه منذ عشرة سنوات أهو ده نفس السيسي اللي قال لك أنا هعين نائب للرئيس إمتى البني آدم ممكن يعين نائب للرئيس تعالوا نفكر كده بالعقل وبالمنطق مع صورة الحشاشين اللي بنبدأ بيها كل حلقة في آخر كلام من أول رمضان اسرحوا في الصورة كويس تخيلوا معايا عبدالفتاح السيسي رئيس الحشاشين ومعايا عباس كامل والأتباع بتوعهم إمتى الراجل ده ممكن يعين نائب رئيس جمهورية في بعض الحالات الحالة الأولى أنه هو يطبق المادة 150 من الدستور زي ما مصطفى بكر قال لكن الحقيقة كلنا عارفين إن السيسي ده راجل بتاع قانون ولا بتاع دستور ولا يلزمه أصلا ده هو بيعدل الدستور عشان يعد لألفين وثلاثين ففكرة إنه هو يحترم الدستور ويعمل مادة عشان الكلام ده ده مش وارد خلص فقصة إنه يعين نائب رئيس عشان الدستور دي مش منطقية شوي طيب إيه الحالة الثانية الحالة الثانية إن الرجل يكون مثلا ألم به مرض ما ويستشعر قرب النهاية أولو أمين فقرر إنه يعين واحد دراعه اليمين عشان يستكمل مسيرته السودة ويطلع فيها عين المصري طرعني أقول سجع برضو في بداية الحلقة فده ممكن إنه الراجل عيان ابنك عيان يا حج لا ابني مش عيان يا دكتور ابنك مجنون يا حج فممكن يكون الراجل تعبان عنده مشكلة ما في مكان ما عنده حاجة يعني صعبة شوية المهم يعني إن الراجل أصابه مرض ويستشعر قرب النهاية فقرر يجيب نايب من رجالته من رحته من دمه دراعه اليمين عشان يخليه مكانه فيستكمل مسيرته ده وارد والله وارد ممكن الحاجة الثالثة إن القصة فرضت عليه من مين؟ ممكن من بره من الأمريكان ممكن من دول الخليج ممكن اتفرضت عليه من جوة الجيش مثلا عايزه يحط نايب من قوات المسلحة الله أعلم فاللي زي عبد الفتاح ما يروحش للمساحة دي غير لو مضغوط عليه ما الراجل مش بتاع ديمقراطية مش بتاع أي حاجة مش كده أقول ليه طيب النقطة الرابعة أو السيناريو الرابع إنه ليه عبد الفتاح السيسي سيء الذكر رئيس الحشاشين أخذ خطوة زي كده أو هياخد خطوة زي كده والله ربما يكون الرجل خائف من قطاع ما أو من طيار ما أو من فصيل ما أو من مؤسسة ما ربما نمى إلى علمه أن هناك ترتيب لانقلاب ما أنا كل ده بضع سيناريوهات يمكن فقال لك يا عمي طب ما أنا أجيب واحد من المجموعة دي سواء كانت دولة عميقة سواء كانت قوات مسلحة سواء كانت قوات مش مسلحة يعني ميليشيات عرجانية إبراهيمية طب ما أنا أجيب الرجل ده أحطه نايب ليا ويا درما دخلك شر وينكمل ونبقى سرقين أتلين واكلين نايمين شربين مع بعض فدول حضرتك أربع سيناريوهات لا أعتقد أن قراره هيخرج عن واحد من الأربع يا إما أنه تعبان يا إما أنه مفروض عليه يا إما أنه خايف من حاجة يا إما بيستقطب مؤسسة ما ففي الأربع حالات دول إحنا أمام راجل مجنون بالعظمة رجل بيعاني من جنون العظمة قال ما تسمعوش كلام حد غيري اللي هيقرب لها هشيله من فوق وش الأرض يخلصوا علي ومن ورايا الجيش نحن نكلم على عقلية واحد فرعون كان بقيله بس أنا ربكم الأعلى كان دي المرحلة الوحيدة اللي متبقيانه وبالتالي إحنا مش أمام حالة نطلع صورة الحشاشين تاني مش أمام حالة طبيعية لرئيس طبيعي في ظل دولة ديمقراطية يحكمها القانون واحترام الدستور أبدا إحنا أمام عصابة حضرتك شايفها قدامك على الشاشة قدام طائفة اسمها الحشاشين بيدربوا تيرامدول في وقت فراغهم لما بيشعروا بالتوتر عشان يهدو فلكل الناس اللي سألت مبارح ليه مصطفى بكر يأعلن حاجة زي كده وليه عبدالفتاح السيسي ممكن يكون هيعين نائب ليه أنا حاولت أجاوب على حضراتكو في بداية الحلقة وده التفسير اللي إحنا بنقدمه أو بنقول ربما يمكن يكون عيان وهيموت يمكن يكون مفروض عليه يمكن يكون متهدد بانقلاب فبيحاول يلم الدنيا مع الجيش يمكن يكون بيكسب مراكز قوة زي الحاج إبراهيم الأرجاني دي أو دي أو دي أو دي هنعرف الفترة الجاية إيه اللي بيحصل في موضوع النيابة أو نائب الرئيس لكن خلونا نسمع ذبابة من الذباب الإعلامي مش الإلكتروني صبي من صبيان رئيس الحشاشين مصطفى بكري زف إلينا الخبر السعيد هناك معلومات تتردد عن احتمال تفعيل نص المادة 150 من الدستور بأن يكون هناك نائب أو أكثر للسيد الرئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة طبعا دي كلها توقعات هذه التوقعات بتأكيد ستكون أرضة للفترة المقبلة أعتقد أننا أمام تغيير أو تعديل وإن كانت كل المؤشرات تقول أنه تعديل وزاري سيكون هناك وغرية دي